اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبلي أحسانه لنسلك بمنه إلى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا والحمد لله الذي جعل من تلك السبلي شهره شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة فحرم فيه ما أحل في غيره أعظاما وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعزا يقدما قبلا ولا يقبل أن يؤخر عنه ثم فضل ليلة واحدة من ليالي على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القادر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عبادي بما أحكم من قضائه اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حضرت فيه وأعنا على صيامي بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لغو وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نختوى بأقدامنا إلى محجور وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت ولا تنطق ألفنتنا إلا بما مثلت ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك ثم خلص ذلك ثم خلص ذلك كله من رئاء المرائين لا نشرك فيه أحدا دونك ولا نبتغي فيه مرادا سواك اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حدات وفروضها التي فرات ووظائفها التي وضاف وأوقاتها التي وقعت وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواصلها على تم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلها وأن تعاهد جيراننا بالإفضال والعطية وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهيرها بإخراج الزكوات وأن نراجع من هاجرنا وأن ننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادنا حاشا من عودي فيك ولك فإنه فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصى فيه وأن تقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهيرنا به من الذنوب وتعصمنا فيه مما نستانف من العيوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فناءه من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته أن تصلي على محمد والي وأهلنا فيه لما وعدت أوليائك من كرامتك وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى وبرحمتك اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الإلحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم الله صل على محمد وآله وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتق وعفوك أو يهب أو يهب أو يهب وصفحوك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا من خير أهل واصحاب اللهم صل على محمد وآله وامحق ذنوبنا مع إمحاق هلاله واسلخ عنا تبعاتنا مع السلاخ أيامه حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات وأخلصتنا فيه من السيئات اللهم صل على محمد وآله وإن ملنا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا وإن اجتمل علينا عدوك الشيطان فاستلقذنا أمين اللهم اشحنه بعبادتنا إياك وزين أوقاته بطاعتنا لك وعنا في ناره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع إليك والذلة بين يديك حتى لا يشهد ناره علينا بغفلا ولا ليله بتفريد اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوسا فيها خالدون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل آوان وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصي غيرك إنك فعال لما تريد اللهم صل على محمد وآله نعم نعم كل استرد شكرا